لكل مشكلة حل هكذا قيل سابقا إلا الكهرباء في العراق فهي ما تزال مشكلة بلا حل عانى منها المواطن على مدى سنوات طويلة إذ أصبحت صفة من صفات صيف العراق اللاهب لأنها من قبل 17 سنة يقولون راح تتحسن الكهرباء سنتلقها تتحسن 2014 مرة دعونا حصير الكهرباء بعدها هيوم من تبقطع وعلى هم من وصلنا صارت عندنا الكهرباء شغلة طبيعية حال حال ميح حال مسواق حال كذا متعلمين علي أنه كهرباء موقع من 2003 ولحدها اللحظة 62 مليار وين طارت هاي تعيش دول جنوب شرق آسيا كل يتتعيش ما عايب عليهم ما يخجلون مشروع ربط الكهرباء العراقية مع دول مجلس التعاون الخليجي أصبح حديث الشارع الذي يأمل أن يوفر هذا المشروع الطاقة الكهربائية التي يحتاجها العراق وإذا ما أنجز هذا المشروع فإنه يسد حاجة العراق لاستيراد الغاز في تشغيل محطات الكهرباء وهذا ما معناه تقليل الإنفاق بحسب مختصين هو مشروع من ضمن المشاريع التي تم الاتفاق عليها بعد مؤتمر الكويت سنة 2018 والتي تعاقد عليه العراق بين وزاة الكهرباء ومجلس التعاون الخليجي وحتى إلزام أنه مجلس التعاون هو اللي يكون مسؤول عن وصول التيار الكهربائي من خلال مد الكيبلات ومد الأبراج لهذا المشروع المدة الزمنية التي يحتاج إليها العراق في مد مشروع الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي قد تصل إلى أشهر عدة بحكم المسافات الطويلة جغرافياً بين العراق والسعودية من بغداد أحمد مؤيد يو تي في